وهنروح مع حضراتكم دلوقتي جولة في المحافظات المصرية ومعنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح ومنها تمويل 33 ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك لتوفير فرص عمل للشباب في محافظة البحيرة وكمان ضخ الأرزب بمعارض أهلا رمضان بسعر 15 جنيه للكيلو في دوميات كمان امبارح في أخبار المحافظات تم تشغيل 146 شاب من بينهم 13 من ذوي الهمم في محافظة مطروح كمان ايضا تم فحص 37 ألف مواطن في قوافل طبية مجانية في محافظة أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة وعندنا أخبار تانية كتير من محافظات تانية كتير هنعرفها في السيقة التقرير محافظات مصر شاهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من البحيرة اللي تم فيها إعلان إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال مشروعك منذ انطلاق المبادرة حتى الآن بقيمة 3 مليار و 153 مليون جنيه لتمويل 33 ألف مشروع استثماري المشاريع دي وفرت أكتر من 92 ألف فرصة عمل لشباب الخرجين بمدن ومراكز المحافظة في المنوفية تم حظر زراعة الرز وإزالة المحاصيل المنزرعة في القرى وده لمخلفتها لقانون الموارد المائية والري ولائحة التنفيذية وتوقيع غرامات على المخالفين في مطروح أعلنت المحافظة أن خلال جهود مكاتب التشغيل بمدرية القوى العاملة تم تشغيل وتعيين 13 شاب من ذاو الهمم وأيضا 133 شاب آخر من أبناء المحافظة في عدد من الشركات والقطاع الخاص في الغربية تم الانتهاء من أعمال رصف شارع حافظ وهبة بحية أول طنطة بطول 1200 متر وعرض 13 متر وبإجمال تكلفة بلغة 8 مليون جنيه وده بيعتبر أحد المحاور الرئيسية المهمة اللي بتربط قلب المدينة بمدخل طنطة في شمال سيناء استقبل مستشفى العريش العام فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المراضية وإجراء العمليات اللازمة في ضمياط بتواصل مديرية التموين ضخ الرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة على مدار الإسبوع لبيعه بسعر 15 جنيه للكيلو فأسوان أجرت القوافل الطبية خلال الربع الأول من العام الحالي الكشف الطبي والعلاج المجاني لأكتر من 37 ألف مواطن وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الفيوم أكدت شركة المياه سحب وتجميع حوالي 33 ألف عينة مياه شرب بهدف متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي من أجل تحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها ومدى متبقطها للمواصفات اشتركوا في القناة